بكل الوسائل وبشتى الطرق تقاتل القوات المسلحة العراقية لاستعادة مدينة الرماد عاصمة محافظة الأنبار من مسلح تنظيم ما يسمى بداعش معارك داريا تدور بين الجانبين تركزت داخل الأحياء السكنية في مركز المدينة وتحديدا في حيي الأرامل والبكرة جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يقول إنه شرع في عبور نهر الفرات من منطقة تم تحديدها وتأمينها لتتوزع القوات في عدة محاور وبحسب الخطة التي رسم لها فهذه القوات تتقدم باتجاه المباني الحكومية في طريقها لاستعادة جميع أحياء هذه المدينة الواقعة غربي العراق العملية العسكرية تمت بإسناد من الطيران الحربي العراقي المدعوم بقوات التحالف وأصفر القصف المركز عن سقوط قتل وجرح من عناصر داعش وإلحاق خسائر مادية كبيرة لهم بيانات المخابرات العراقية تقدر عدد مقاتلي التنظيم الذي سيطر على الرمادي في ماي الماضي بأكثر من 250 عنصر أهمية هذه المنطقة لداعش يقول خبراء عسكريون هي أنها تتيح لهم التحرك بحرية في محافظة الأنبار منذ أوائل الشهر الماضي فرد الجيش العراقي طوقا محكما على المدينة من جميع الجهات بعد جهود استمرت لشهور لقطع خطوط الإمداد إلى المدينة التي مثل سقوطها في يد داعش هزيمة كبيرة للحكومة المركزية العراقية وتم حتى الآن تحرير وعدد من الأحياء بغرب وجنوب المدينة بالإضافة إلى تحرير مقر عمليات الأنبار السابق في شمال الرمادي